أفادت مصادر مطلعة أن الجيس الاحتلال الإسرائيلي قام بشن غارات قصف عنيف ومكثف حول عدة مستشفيات بشمال غزة حيث قطعت إسرائيل الابتصالات الهاتفية والأنترنت قبل ذلك وأوضحت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي واصل قصف الكثير حول المستشفيات بقطاع غزة بالتحديد مستشفى الشفاء والأندنوسي والرنتيسي ونصر للأطفال هذا وكثف الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين هجماته باستخدام الفسفور الأبيض المحرم دوليا مما تسبب في حرائق وسحب من الغازات السامة وسجلت الليلة الماضية أعلى مستويات من الفسفور في مخيم الشاطئ بقطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا